السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا الحلقة ديت اليوم الأولى في شهر 11 غدينتطرق العديد من الأخبار من بينها غدينمشون شوفوه إخوان في أخبار الجالية خبر إبعاد طفل مغربي على العائلة ديالو بسبب الشغل يخوان اللي كان كيششاغلو طفل كان عنده عير 9 سنين غن تكلمو كذلك على عملية ديت النصب اللي كيقوم بها وحد المواطن في مدينة بولونيا واللي كي نصب على مواطنين مغاربة اللي كيقلبوا على الكرة غادي نقول لكم الطريقة اللي كي نصب بها باش الناس إخوان تحدي راسها عير سريعا غمشون تكلمو على البونس ديال 382 أورو هذا كل اللي اعطوه البوسطة في الكارتات بطبيعة حالي إخوان غيتم تجديد ديال ورسميا في القانون ديال الميزانية والناس اللي غادي تستفد غادي تكون مستفيدين جدود لأنه الميزانية كبارت وخمشي بزاف غادي تكلمو كذلكي إخوان على المكالمة اللي حاليا شغل السياسة في إيطاليا هي مكالمة فخ طحت فيها جورجا ميلوني عيط لها واحد من روسيا فوكاهي وهمها بالله أنه راه مسؤول إفريقي كبير وقالت أشياء في هاد المكالمة اللي تم نشر ديالها في هاد البرنامج الروسي أشياء اللي هي كتتكلم على الحرب الأوكرانية وكتتكلم على ماكرون يعني بحالة فرشوها غادي تكلمو كذلكي إخوان على الطقس غدا بمشيئة الله غادي تكون أمطاري إخوان كاتيفة وغزيرة في العديد من الموضل الإيطالية لدرج أنه الحماية المدنية نشراتي إخوان نشرة تحذيرية كينجو جديد المناطق حمراء وست أو سبع مناطق برتقالية غادي تكلمو إخوان كذلك على الأخ ديال سامان الشابة الباكستانية حكى شهادات اللي هي إخوان صادمة في المحكامة المدة ديال الخمسة تسويع ما جاوبش وكانك يقول ما كنعرفش ما عقلش ومسبق الميم المدة ديال الخمسة ديال السويع ولكن مني نهاري إخوان عود كل شي غا نقول لكم تفاصيل ديال 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 ديالي عود وغادي نتكلمو بطبيط حالي إخوان على القيطاع ديالغزة أشنون اللي وقع في الساعات الآخرة في آخر 24 ساعة وغادي نشوفوا بلا أنه أهم حاجة هو إخوان الفتح ولو يا إخوان جزئيا لمعبر ديالرفاح اللي كينما بين مصر والقيطاع ديالغزة كين أشياء أخرى اللي غادي نطرقوا لها وغا نشوفوا البلديات اللي غا يسدوا المدارس بسببي إخوان الطاقس اللي غا يكون غدا كيفما العادة كينما بغير نشكركم جزيرة شكرا للدعم ديالكم للقناة والناس اللي ما مشاركاش الشاركة وشكوا توصلوا بالجديد إن شاء الله فالفقرة يا إخوان غادي نطرقوا لأخبار ديال الجالية المغربية والخبر الأول كي جينا من جنوب إيطاليا وبالتحديد مدينة صالانتو ليه واحد العائلة مغربية تم الإبعاد لإمديالها اللي عنده تسعة سنين حيضوه من العائلة إخوان عن طريق المحكمة ديال القاصرين لأنه كان مرغب على العمل في الصيف في البحري إخوان ديال مدينة ديال صالانتو باش يبيع ويشري يعني كاني إخوان على العمر ديال تسعة سنين العائلة دياله كتلزم عليه أنه يمشي يبيع ويشري مع السياح اللي كيكونه خصوصا أنه المنطقة ديال صالانتو في الصيف كيكون عليها إخوان وحد الإقبال كبير بطبيعة الحال هاد لهذا راكي فشحت وصلتي إخوان المحاكم وصلت لي أنه الطفل واحد النهار يعيب زاف واضطروا أنهم يديه القوارديا ماديكا يعني مني مشى عن الطبيب اللي هو في القوارديا ماديكا بحالي إخوان فرغ عليه قلبه وقال لي بالله أنه أنا يبغيت نعيش لحياة ديالي كطفل قال لي يعيت من هاد المسؤولي اللي عندي وأنا بقي صغير طفل اللي بطبيعة الحالي إخوان تقدروا تخيلوا معايا في تسع سنين را محروم من طفولة ديالو محروم من لعب محروم من عدة أشياء اللي عند قرانه ولذلك هو يا إخوان حاس بيعب تقيل بزاف غايد دخل يا إخوان طبيب باش يديكلاري بهذا الشيء إلى المحكمة ديال القاصرين تبين بالله أنه المساعدة الإجشماعية كانت على عم بهذا الحالة خصوصا أنه هذا الطفل كان كي يتغيب بزاف على المدرسة بطبيعة حالي إخوان في الأخر تم إبعاد هذا الطفل على عائلة ديالو علاش لأنه بغوا يوفروا ليه واحد المستقبل وواحد المكان في نيكبير يكون أحسن وأفضل دائما من المحكمة ديال القاصرين ديال مدينة سالينتو هاد المرة ما غامتكلمش على طفل مغربي ولكن على طفل إيطالي اللي في السن ديال 15 سنة هو براسه توجه المحكمة باش يطالبها باش يكون عنده الحق ديالو في الدراسة لأنه ربما والديه مخدمينه وهو بغي يقرأ والمحكمة أعطاته الحق وعطاته الإمكانية والحق ديالو أنه يكمل القرية ديالو بطبيعة الحال يعني إخوان هاد الأخبار راح صارحتين كتبيين بلا أنه راح ماشي جميع الآباء يعني عارف المسؤوليات اللي عليهم بطبيعة الحال غاد تقولي هاد العائلة ربما عندهم أزمة مالية خانقة ولكن هاد شي إخوان ما كيبررش أنك تسافت ابن اللي عنده تسع سنين أنه يمشي بيع ويشري في البحر خبر آخر اللي غادي نطرق لي هذا ما كيفتشي صحف يا إخوان ولكن واحد المواطن مغربي سافت لي يا إخوان العديد من الصور والعديد من المساجات باش يحضرني من واحد العملية ديال النصب اللي تيقوم بها واحد المواطن اللي هو من جين سية تونسية وحاجة اللي هي مهمة رأي ماشي زع ماكين نحن ضد توانسة ولاشي حاجة يعير بغيت نحدد دي إخوان حيث هاد السيد ما نقدرش نحط الصورة دياله ما نقدرش نحط الاسم دياله خاصني منها عاد الناس باش تحضي منه هو متواجد في مدينة بولونيا في الحي ديال ساندوناتو وطبيط حالي إخوان الحيل اللي تيقوم بها هو أنه كيجي عند الناس بالكاميرو ديال الخدمة تيقوني من الكاميروه ديالي وتيوريهم الفيديوهات وتصاور من داخل الكنتيري يعني واحد دار كيسلحو فيها تيوريهم الفيديو وهذا الدار راح نخدمين في هذا بحاليا ديال واحد المواطنة إيطالية اللي باغت كريها كتقلب على الكاري واش كيهمك الأمر بطبيط الحالي إخوان كل شي واحد في الكرف مدينة بولونيا ومشاعر مدينة بولونيا راح تطاليا كامل تقريبا لذلك الناس كتقول لي اه إحنا يا يعني إذا كانت السيدة بغت كريت الدار خصوصا الدار كالتصلاح وغادي تكون جديدة مني غادي تأخذها تيقول لي احنا مهتمين بطبيط حلوة يقول لي خاصكم تدفعوا تصبيق شهرين راح تدار دير الاسمية وخمسين الاسمية وربعين يعني ما كيكترش باش الناس ما تهربش تيعطيوا تصبيق شهرين وتيقول لي مضر غادي تكمل من هنا يار واحد أربعين يوم من هنا لواحد السين يوم يكمل الإصلاح ديالها ديك السعر غا نعيط ليكم وتجيوا تلاقوه مع السيدة الإيطالية باش تدروا الكونترا وطبيط حل سيد الشخص الأول بهذا الطريقة ثاني بهذا الطريقة بل فهذا الحال السيدة العيطلية قل لي أنا ونسيب ديالي بجوجنا قول ابنا لأنه نسيب دياله كرالي هتضر لولا وجاب لي فيديو تاني وقال لي ما هذي راه هتضر تانية هو طبيط حل مني حس بالتقوليبة عس على هذك الكاميو مني جاي شوف القبل لأنه الكاميو ديال المواطن البانيزي عنده شركة ديال البناء ومخدم معه هذك التونسي قل لي هذك السيد رايي نخدم عندي يعني راي ما كينتش حج من هذر اللي كزقول ما كين لطاليانية ما كين ديور للكيراء الواحدي إخوان إجمال أنا حد درس من هذ الحالة ولكن الواحد يحدي راسه يحدي راسه لا بغي يدير شي حاجة ما يعطي الفلوس حتي يشوف ملد دار يعني هذي الإخوان راه أبسط الأشياء واللي كين في هذ القضية هو أنه هذ شخص ساقو به خصوصا اللي اللي عرفهم عليه وحد شخص اللي هو تيقى هذ السيد اللي هو يتيقى ماشي نصب عليهم ولكن حتى هو مسكين تنصب عليه تهو تقف هذ المواطن التونسي تهو نصب عليه وقدموا الناس خرين قبل ما يعرف بلانوارات نصب عليه ونصب عليه كل شي تقريبا في الطوطار راشة أربعة الناس ولو خمسة الناس من بينهم عائلة اللي تلقات الدار يعني كانت الكونترا ستسارينهم قريبة وعلموا السيدة مرات الدار أنه هرا سيخرجوا في النهاية ديالكونترا ولذلك الواحد يحضير راسه حاجة أخرى اللي هي مهمة وهذا الميل فيه إخوان أنا قدي نتكلم عليه ولكن رفيش هذا الشاب اللي كتشوف معي بالصورة هو شاب مواطن مغربي داري إخوان تربوش ديال كنترولوري ديال تران ولابسي إخوان واحد جيل اللي هو هي أصفر ندير واحد الصويق وتيمشي دور في التران وتيقول لهم بلانه اللي عنده البي يعني هو شكي يدير كيمشي إخوان يهز واحد تليفون اللي يبقى يسافر معانا يعني هتسيري إخوان على حساب ما قال هوايا حيث بشال إذاعة إيطالية في القناة الرابعة وقال بلا أنه أنا هو الكافو ديال تران وابلا لأنه الوازير ديال البنية التحتي يغن ولي أنا وصل بني خاص بشي بحال بطبي الحالي إخوان أنا متيقن من حاجة وما سيكون ونسجلوا معا تقريبا واحد مص ساعة ديال الكلام ونسجلوا 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 في الفيديو وعندو البروفيل في تيك توك يعني يستطيع القانون النقل وصافي مثلا القصرية الكسكسو يأكل وستران الفطور رمضان يستطيع وستران كذلك إخوان عرب التران تتحول بحال واحد القاعة ديال الألعاب أشياء اللي هي كثيرة المهم شاباب يغلطوا ماشي موش عنده البروفيل وفي 45000 شخص اللي متبعين ويضحكوا بهذه الطريقة مني مش تتكلم بهذه الطريقة الاستفزازية البوريس حضوه صافروا قيت يا إخوان اللي يمشوا وحقوا في هذوك الفيديو تبين بلا أنه سجلهم في الطريق اللي كتربط بيروجا بأصيسي وأصيسي بمدينة فولينيو وعسوا عليه حتى تلقوا غير كفتران جو يقلبو ويقلبو عنده هذو الكاسكيطة يعني هذوك الطربوش ديال الكنترولوري ولقوا عنده أشياء أخرى بطبيعة حاليا راح اعطوه واحد الدينونشا معرفت يا إخوان أشنو هيتهم اللي اعطوه بالتحديد ربما تتخريبوا لش حجم هذو النوع أو انتحال صيفة أو يعني الإساءة الصيفة ديال الكنترولوري إجمالا ولذلك جبد على رصو الصداع هذو المشكل اللي بغيت نقول لكم هو أن هذو الشباب اللي كيكونوا في تيك توك مغاربة اللي معروف بالاسم ديال المارانتسا كل حر يدير اللي التلفازة غذي تشهروا عدة مسائل ولكن نرى كيمشو ما كيدوزو ويعني الصحافين هذي كي يلخذ مديارهم كيزيروهم وكيستقوم دوزو المساجات اللي هي ماشي زوينة مساجات اللي هي ضد المغاربة وضد المهاجرين وهذاك البرنامج ره ما كيحبش نهائي المهاجرين لذلك هذ الشباب كنوجه لهم نداء تساءلوا ما بينكم ما بين ريوسكم علش واحد البرنامج اللي هو دائما كيدير البروباغاندا ضد المهاجرين ضد المسلمين ضد يا إخوان الاندماج علش غي يعيطوا لكم واش هذي كلها محبة لا بطبيعة الحال بغني يستغلوكم وبغني خلقوا بكم الفرجة بقاو في التيك توك ديروا الفيديوهات لكم في التيك توك وبعدوا من هذ القناة رغت جبدلكم عرص كيف الأورو اللي سافدوا منه العديد من العائلات للأسف ماشي كلهم ولكن العديد منهم بونس اللي كانت تعطي في الأشهر الماضية دي سنة الفين وثتي وعشرين واللي غيتم تأكيد ديالو السنة القادمة سنة الفين وعشرين العائلات اللي تحصلوا على هذ البونس دي تلتمية وثنين وثمانين أورو باش يتقداو في واحد لكارة اللي كتعطيها لكم البوسطة بطبيعة الحال إخوان هذ الناس غادي سافدوا حتى العام الجاي ولكن مش يعيرهم فقط لأنه الناس اللي غا تستافد غادي تزاد علاش لأنه القانون اللي داروا هات السنة سافدوا منه الناس على قد الفلوس اللي دارت الحكومة ديال درجا ميلوني وتقاربا سافد شي مليون ومئة ألف عائلة سافد عدد قليل لأنه الحكومة حطات خمسمية مليون ديال الأورو الفين وعشرين زالت مية مليون ديال الأورو لذلك الميزانية غادي تولي سمية مليون ديال الأورو وغايمشي ويهزو عائلات خرا جديدة باش يضيفوها ويستافدوا من هذ الكارطة وتعطاهم ثلاثمية وثمانين أورو شكونا هم هذ العائلات رطبيط حالي إخوان الشروط رها واضحة كيف ما قلنا العام اللي فات ما خش العائلة تفوت خمسطاشر ألف أورو فليزي كدتعطى أسباقية للعائلات اللي فيهم على الأقل ثلاثة ديال الناس يعني أقل الحاجة يكونوا زوج وزوجة وابن أو ابنة وكدتعطى الأسباقية أكثر العائلات اللي كيكون عندهم وحد الطفل اللي تزاد قبل 31 ديال شهر 12 ديال 2009 يعني تزاد قبل ما تدخل 2010 هذو تكون عندهم الأسباقية واللي كيجيو من وراهم حتى هم يا عائلات على الأقل مشكلة من ثلاثة ديال الأفراد ولكن فيهم شخص اللي تزاد على الأقل قبل 31 شهر 12 2005 يعني تزاد قبل ما تدخل 2009 غات تقول يا علاش علاش لأنه كيبغي ويعطيه هاد لسانيو العائلات اللي فيهم أطفال يعني لقلنا تزاد قبل 2009 يعني الطفل ستكون عنده قل 14 عام وإلا تزاد قبل 2005 كنقل بلأن الطفل عنده يعني ما مبقاش طفل وركن شاب ستكون عنده 18 ولذلك هادي هي إخوان الشروط كيسبقوا لعائلة تلفاء أطفال صغار واللي هي كتكون كبيرة يعني عائلة اللي فات لدي الناس سيسبقوها على عائلة فيجو جدي الناس زوجة وزوجة بطبي يدحلي إخوان لديه 4000 يعني ما وصلوا حتى 5000 أورو دي اللي فما بالو 15000 يعني ما إذا لديك 7000 10 11 11 ألف ستقول ستسافد لا أراكم يشوفون الناس التي تربح أقل ولكن العائلة هي كبيرة والفلوس ليس كثير بطبي حال 382 أورو قريبا قهوة في النهار أورو 10 سنتيم للنهار للحكومة ستعطيها لها العائلات لكن تتكلم عنها لا شيء إخوان إعانة صراحة تحشم حتى تتكلم عليها دول تعطيها إخوان إعانة للشهر ماشي للسنة زيد على ذلك إبتداء إخوان من إذار البونوس ديال البنزين وديال القازوال هدلا كارت هل بالإمكان هكذلك أنك تشري بها البنزين والقازوال وتشري بها كذلك لبونوس ديال القيطار والديال الحافلة المهم لكن هو أنه إخوان تم تأكيد ديالوج في القانون ديال الميزانية السنة القادمة سيكون ستفضل منه ناس أكثر من هذو اللي ستفضل هذا العام ماشي كل الناس ستفضل للأسف فهذه الفقرة سنتكلم عن المكالمة الفخر اللي طحت فيها جورجا ميلوني عيطوا لها بالعيني وهموها أنها كتذوي مع كبار المسؤولين الأفارقة ولكن في حقيقة الأمر هم جوش ديال كوميديين روسيين ونشروا المكالمة اللي تقريبا كدهم 1-4 ساعة بطبيعة الحال باش نعطيكم التفاصيل نهار 18 في شهر تسعود يعني كتار من شهر هذي عيطوا واحد جوش ديال كوميديين الإتحاد الإفريقي وطبيعة حال ما تكلم معاه في هاتف الخاص ديالها ولكن عيط أول المقر ديال الحكومة الإيطالية ودوز ليه جورجا ميلوني خذت المكالمة خذت التليفون وقالت ليه ركت تكلم وتتحدث مع جورجا ميلوني من بعد مده يطرح لها أسئلة المكالمة كاملة باللغة الإنجليزية الأسئلة اللي كان يطرح عليها عند علاقة بالهجرة وخصوصا حيث هم روسيين كان عند ها علاقة بالقضية الأوكرانية فيما يتعلق بالهجرة قالت بلا أنه إيطاليا ما يمكن أنها تواجه الأزمة الهجرة يربو حدها في تسعة شهر أو سبعة شهر دخلوا عد 120 ألف مهاجر بطريقة غير شرعية وبل جر القضية الأوكرانية وقالت صراحة باش نكون واقعي معاك كان واحد العاياء من كل شي يعني عاياء في الدعم لجيش الأوكراني بالأسلحة خصوصا أنه في السرات قلت لك نتعرف أشياء كثيرة من هذا المهجوم المضاد اللي كان تخصص الدير القوات الأوكرانية في فصل الرابيع ولكن أوكراين لم ينجح بطبيعة الحال قلت لي كين واحد العاياء وهذا المشكلة دي العاياء هي اللي لعبوا عليها يا إخوان في هذا القضية يعني كتقول دولة أوروبية كبيرة كتدعم أوكراين كتقول لك كين واحد شوية العاياء يعني رهها نقطة اللي هي مهمة للغاية بطبيعة الحال جورج ميلوني دائما في المكالمة قلت رهما غايدوش وقت كتير بزاف باش يعني الدول تعرف رب لأنه خاصنا لقوا حل هذه الأزمة حل اللي يكون يحترم القوانين الدولية واللي يكون يرضي الجوج الأطراف الأوكرانيين والروسيين زيد على ذلك مني خرجت هذه المكالمة البالاتسوكيجي خصوصا يا إخوان المكتب ديبلوماسي ديال رئاسة الحكومة الإيطالية تأسف بزاف لأنه تحفاد الفخ وكذلك بلاتسوكيجي قلب لأنه جورجا مينوني كتأكد على الدعم ديالها للشعب الأوكراني وللجيش الأوكراني حاجة أخرى هي أخيرة هو أنه هجوج ديال الكوميديين الروسيين كيتقال عليهم قراب من المخابرات ماشي أول مرة غايصي إخوان رئيس حكومة كانوا يجدرونها بالرئيس الإسباني يعني كنتكلم على الوزير الأول الإسباني السانشيز وكذلك الوزير ديال الخارجية الدنماركي ووزير الخارجي الأمريكي السابق ماشي بلين كاللي كينداب حاليا ولي كاللي قبل الحاجة الأخيرة اللي غدي نذكر لكم هو المعارضة كنتكلم على دولية لدارتها جورجا ميلوني لأنها طاحت في الفخ ديال المكالمة وصراحة رأى ممكن أنكم تفيد سامعوا لها يعني ما عاقت بالتشي حاجو ما كانش عندها شك نهائيا وكانت متيقنة أنها كنتتكلم مع رئيس المفوادية ديال الاتحاد الإفريقي فهذا الفقر يا إخوان سنتكلم على الأرصاد الجوية وذلك الشي لمن المرتقب إن شاء الله أنه يكون غدى يوم الخميس الجوش في شهر 11 بطبيعة الحال أول حاجة اللي سنتكلم عنها هو أنه من بعد الأيام الماضية كانت رياح قوية كانوا عواصف طحة الشف في عدة مناطق من إيطاليا هدسوا الأحوال الجوية غديس السامر والوقاية المدنية عن طريق واحد تغريدة في الموقع ديال إكس نشرت إخوان كين مخاطر أنه ربما تكون إنجرافة ديال التربة أو بعض الفيضانات لا يستري إخوان المهم كين سبعت للمناطق أخرى اللي هي إخوان مناطق برتقالية وكين عشرة ديال المناطق اللي هي مناطق صفراء أما المناطق اللي هي خضراء رغضي تكون الأمور فيها على ما يرام ربما تحش تكون الأمور تحت السيطرة ولكن المناطق الأخرى تكون رياح قوية أمطار غزيرة وكذلك إخوان البرق في بعض المرات والرعد المهم اللي كيني إخوان هو أنه أمام هذا الحال ديال التقص اللي غيكون خيب بعد البلديات تفاديا أنه الناس يتحركوا بزاف إخوان لأنه غيش تكلم خطر يعني ما كنت كلموش على خطر كبير ولكن تفاديا أنه الناس تحرك بزاف غيش تدو المدارس في البلديات ديالهم كنت تكلمو على البلدية ديال غرادو اللي كيني إخوان في البروفينش ديال غوريتسيا كنت تكلمو على البروفينش ديال جينوفا هاد البلديات كاملين غيش سدو المدارس إخوان هي بلديات صغيرة أما إخوان سباتسيا عدد أكبر ديال البلديات وعدد من البروفينش ديال مستكرارة أربع ديال البلديات وهذا اللائحة ستبقى إخوان غدوك تجدد المهم لكين كيف ما كنتشوفوا معاي إخوان من الخارطة اللي اعطاها الوقاية المدنية أو الحماية المدنية من المرتقب أن تكون أمطار غزيرة في العديد من المناطق الإيطالية المناطق اللي هي الشمال الغربي يعني المناطق ديال بيمونتي الفاليدا وسطا كذلك إخوان المناطق الوسطى والجنوب هي الشرقية يعني ما تكون تشي حاجة إن شاء الله وكذلك الجزر يعني ربما أمطار خفيفة صافي وهنا الخارطة إخوان ديال أرصد الجوية غدا يوم الخميس ابتداء من الساعة العاشرة شوفوا إخوان هنا راها الوحدة كيف ما تشوفوا معاي ستبدأ المنطقة ديال اللومبردية تكسر فيها أمطار كذلك إخوان المنطقة ديال جانوفا وكذلك هنا إخوان مع الربعة ديال العشية غدا تحولوا الأشياء المناطق ديال فيرونا وشمال إيطاليا أكثر وهنا ستشوفوا السبعة ديال العشية الفانيتو والفريليو ستجول العليارات النهار جوج نهار ثلاثة كيف ما تشوفوا معاي تكون أمطار غزيرة حتى في المناطق الوسطى والمناطق الجنوبية اللي هي غربية الله يطيح يا إخوان هاتش شعلا قد نفع ونتمنى أنه ما توقع تشي حاجة خيبة فالفقرة يا إخوان غدي نطرق الآخر الأخبار اللي كتجين من القطاع ديال الغزة ما بين وفايات وما بين الناس اللي هما يمفقودين كيتكلموا تقريبا على 1900 شخص اللي ما زالت تحت الأنقاذ من بينهم حتى أطفال اللي الحدود سعبقا منقوهمش يعني تحت المنازل اللي طاحت عليهم وراكم كتشوفوا من الصور كيفاش أنه في المخيم ديال الجبالية كيحاولوا أنهم يجبدوا من تحت الأنقاذ الناس عن طريق إخوان الأياد ديالهم يعني كيحفروا بيديهم كين بعض الأشياء اللي هي كتكون تقيلة بحل واحد الضالة واللي ما غيقدروا يحركوها بيديهم ولذلك ماشي جميع الناس كيقدروا أنهم يجبدوهم كين كذلك إخوان 82 مقر حكومي وعشرة المؤسسات اللي تم تدمير ديالها بالكامل وفهد العشرة الشخص اللي تكلمين عنهم كين إخوان 8790 شخص اللي توفى من بينهم 2510 ديال الطلاب اللي كينتامي الجميع المراحل التعليمية زيد على ذلك اليوم يا إخوان فقط رات تفتح المعبر ديالرافح من بعد واحد اتفاق اللي قدرت أنها توصل ليه دولة قطر اتفاق اللي كانت فيه قطر إسرائيل مصر حماس وكذلك 80 مواطن اللي كان فيهم اللي فلسطيني ولكن عندهم باسبور ديال دول أخرى من بينهم ربعا ديال الإيطاليين يعني الناس اللي عندهم باسبور إيطالي وكذلك 70 شخص خرج من القيطاع ديالغزة لأنه جاريح لحالة دياله حارجة وخاص لعلاج دياله في المستشفيات المصرية زيد على ذلك يا إخوان اليوم كذلك حاجة اللي هي مهمة هو أنه إخوان المسؤول المسؤول على الشؤول الإنسانية في الأمم المتحدة مارتين غريفيتس قل بلأنه القصف ديال مخيم اللاجئين ديالجبالية ينضاف إلى الفضائع اللي كيقوم بها الجيش الإسرائيلي طبي إخوان حاجة أخرى اللي قال غوتاريس اليوم واللي نقالها على غوتاريس النائب دياله غوتاريس يقول بلأنه مصدوم لهجمات ديال الطائرات الإسرائيلية على المخيمات ديال اللاجئ اللي كان في قطاع ديالغزة حاجة أخرى مهمة هو أنه إخوان إسرائيل اليوم علنات على أنه نهار سبعة في شهر عشرة نهار لحركة حماس قامت بهذا الهجوم على إسرائيل راه دخلوا لإسرائيل 3000 مقاتل ديالحركة حماس اللي هم يتابع للكتائب ديال القسام وطبيط هل إخوان قتلوهم 200 شدوهم والبقية قدروا أنهم يرجعوا إلى القطاع ديالغزة في حين أنه إيران كالطالب الدول الإسلامية والعربية أنها تمنع تصدير ديال البيترول إلى إسرائيل وصار حتني إخوان في 1973 دول العربية منعات تصدير البيترول يعني إجمال لجميع الدول الغربية دائما على قبل القضية الفلسطينية وفي هذه المرحلة في سنة 1973 كانت وقعت الأزمة الطاقة كبيرة تكلم عنها من كانت الأزمة العملية فاشغلات طاقة بزاف رأيت لكم في 1973 دول العربية كانت تبيع البيترول ديالها وهذا تشكل في الأزمة خانقة للدول الغربية دامت تقريبا 6 شهر المهم من بين الأخبار الأخرى هو أنه أولا البارح في إخوان بوليفيا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل حتى توقف العدوان على القطاع الغزة زيد على ذلك حتى اليومي إخوان الأردن جابت السفير من إسرائيل حتى توقف الصراع والحرب التي كان حاليا في قطاع الغزة وطوركي قالت بلا أنه ما نقدروش نتعاملوا مع الضحايا بجوش طرق مختلفة الفلسطينيين خاصهم يكونوا بحالهم بحال الأوكرانيين في التعامل ولذلك الدول الغربية خاصة تكون عندهم نفس ردة الفعل مجهز أماكن مع الأوكرانيين كيدا فعليهم ومع الفلسطينيين ما بغينش يديرو حتى وقف إطلاق النار وعلى ذكر وقف إطلاق النار اليوم الحركة الحماس قلت أنه تبادل الأسرة مرهون بوقف إطلاق النار إلى ما تمش وقف القيطان في قطاع الغزة ما سيكون حتى تبادل الرهائن حاجة أخرى مهمة هو أنه إسرائيل يوم على الناس على أنه الجنود التي توفوا في قطاع الغزة وصل لعدد ديالهم لحدود الساعة 16 جندي هذه أرقام مؤقتة ربما ونشرات الأسماء والصور سأتكلم على أنه مرسلون بدون حدود كتعلن على أنه كين جرائم الحرب التي تدير إسرائيل في الصراع ضد غزة ضد الصحفيين والعدد الصحفيين الذي قتلوا أراه عدد كبير وكبير يا فوق 30 صحفي زد على ذلك اليوم دولة من أكبر داعمين ديال إسرائيل في الدول الأوروبية اللي هي يا إخوان ألمانيا قالت بالله أنه نعم إسرائيل عند الحق في الدفاع على رأسها ولكن خاصة ما تزيدش فيه وخاصة تحاول أنها تحافظ على المدنيين لحماس كتستعمل كدروع بشرية طبية إخوان حاجة اللي أغير نأكد عليها هو أنه في القسف اللي كالبارح في مخيم اللاجئين ديالجبالية رات وفعوا سبعة ديال الرهائن أو سبعة ديال الأسرة ثلاثة منهم عندهم جنسيات إخوان أجنبية أو ربعة عندهم جنسية إسرائيلية طبية حلي إخوان دائما على هذا القسف اللي كان البارح في المخيم ديالجبالية اللي قالت إسرائيل هو أنه قصفنا هذه الأماكن يعني كنت تكلموا على واحد العدد كبير ديال بارتماسي إخوان كتار من 30 يعني في حدو 30 قال قصفناهم لأنه كان متواجد واحد من القادة العسكريين ديال حركة حماس اللي يمكن الفيلم النشاط العسكري ديال حماس في الشمال ولكن حركة حماس كتن في الوجود دياله تمامايا وبطعب يتحال هنا في المشكل الأخلاقي واشعل أقبل واحد السيد اللي بغيت قتله غالي تقتل معه 40 50 شخص آخر هنا بالنسبة الإسرائيلي النعم بالنسبة القانون الدولي هاتش لها محرم ولكن إخوان احتش واحد ما تيدخل واحتوق إطلاق النار ما بغين شيديروه اليوم إيطاليا تكلمت على أنه متافقة مع أنها تدير هدنة إنسانية وراه كين فرق كبير بزاف ما بين الهدنة وما بين وقف إطلاق النار زيد على ذلك إيطاليا كذلك غادي تبقى إخوان كيف ما كيقول الوزير ديالها طياني صاهرة باش تقدر أنها تخرج جميع المواطنين ديالها من القطاع ديالغزة اللي بطبيط حالي إخوان بغني يخرجوا منه بطبيط الحال هاتش اللي كاني إخوان في الأخبار دياليوم على القطاع ديالغزة والله هذي اللي يمشي جو ديال الخير يا إخوان ره الصور اللي كتوصلنا من تلماية ره صراحة مؤلمة للغاية فالفقر يا إخوان سنطرق الجديد ديال قضية ديال صامان للبارح تم الاستماع لأخ ديالها كمتهم في المحكمة ديال ريديوميليا بطبيط الحالي إخوان الشاب ظهر في الساعات الأولى متوتر خيف ما قادش يتكلم لمدة خمسة تسويع ما كانت كيجوب يعني كيتسنة باش يجوب حتى النص أكثر من ذلك ومني كيجوب كيجوب ما كانت عارف معقلش وهذه الكلمة معقلش قالت تقريبا خمسين مرة لذلك تقدروا تفهموا بلأنه لو قيت اللي هو يولا متهم الأمور يا إخوان كان عليه واحد الضغط كبير ولكن أمام الأسئلة الكثيرة ديال المحاميين بشوية بشوية إخوان عتارف بعدة أشياء وقال بلأنه الأم ديالي رافقات الأخت ديالي سامان حتى الوحد النقطة ورجعت للور سولوها أشنو بقى تقدير قال لي بقى تتراقب وكتشوف ذاك الشركة يوقع في حين أنه العم ديالها ضانيش خداها يعني خدا سامان وقد جاي إخوان من العنق ديالها ودها لداخل فهذوك اللي ساري اللي تدار فيه من الفلاحة بطبيعة الحال هذو كانوا من بيل الجمل اللي قال لي إخوان الأخ ديال سامان اللي على حساب تقرير لدارة المساعدة الإجشماعية كتقول بلا أنه وحد شاب للقدرات المعرفية دياله محدودة غير ناضج وكذلك متأثر بالزاف بالوفاة ديال أخت دياله وفقدان ديالها بطبيعة كيف ما قلق لكم كان معصب كان شوية ما بينه وما بين الأب دياله تفاديا أنها تكون ناضارات ما بينه وما بين الأب دياله خصوصا أنه دائما في المحكمة قال لي أنه كنت صغير كنت كنت خاف بزاف من الأب ديالي وكنخاف كذلك بزاف من العم ديالي دانيش هاد الشاب دا بحالي نراه كيني إخوان في وحد كازا بروتيتا منزل اللي هو وهي محمي وكيدير واحد الكورسو ديال فرماتسيوني يعني تكوين ميهاني في نفس الوقت بطبيط قال بلا أنه مني سابقا كان في واحد شهادة أعطاها للبوليس قال لأنه وليد عمامو ما عندهم محتاج يدخل في هاد القادية اللي هما يجوج بطبيط لأب ديالي من باكستان كان ضغط علي وقال ينغير الشهادة ديالي ونخرج ولد عمامي جوج من هاد المشكلة قال لهم عندهم دخل وقال لهم التفاصيل بطبيط حل عتعرف لهم كذلك بلا أنه كان تخطيط خمسيين قبل ما تكون الواقعة هو كان في الدروج مخزون كي سمع ليهم وكي سمع المخططات ديالهم قال بطبيط حل ما سمعت كل فعلا أنا بنتي إذا دارت بحال هاد سأدرت أنا بحالك وزيد على ذلك تكلم كذلك على أنه لقيت اللي حاول أنه مثلا السؤول يباعد ويقول لهم يطلع الفوك بطبيط الحال السؤول وكذلك وانت كنت عارف لأن الأخت ديالك مدفونة قال لهم نعم من السؤول وعلي لم قلت تشي حاجة للبوليس رافيق ديالها مع الفضان تساطو ديالها اللي هو توا باكستاني هذيك القبلة اللي هي نشراتها الأخ ديالها مشورها الوالي ديالها بطبيط الحال هي كانت كذلك إخوان تافقات مع رافيق ديالها أنها توهم العائلة بلا أنه العلاقة انتهت وفعلا تشير كنفرص الأب والأم ديالها إلا أنه هي الوالي كانت تستعمل لهاتف الأخ ديالها والأم ديالها والأخ ديالها كانت تعطته أوامر من الأب باش أنه يتجسس عليها ولذلك هذي النهار اللي غادي توقع الواقعة غايقول يصير جيبني هذي المساجات اللي سجلت على الأخت ديالك بطبيط الحال هو نفض الأوامر ومن خرجات هي من الدوش تصادعو ومن بعد غادي تخرج وغادي بشي إخوان بشي قتلوها من يسولوه في المحكام علش ما تدخلتيش قليم لي أنه خفت أنني ندير نفس النهاية ديال الأخت ديالي حتى أنا يقتلوني ويدفنوني رطبيط حلي إخوان أشياء اللي هي صادمة ومأساوية والله يدير شو ديال الخير